اشتركوا في القناة حيواني حيواني ازاي اللقلق اللقلق مرافع ليك ادي اللقلق بتاعه هيقول ده اللولي كيف اللولي بتاع يا جماعة دي صدفك بصدف اللولي حتى تلاول اللول بتاعها متقزح اللي بيحصلها كالتالي اللي اكل فيكو جندفلي باكلاويز منخلول منخلول عارت المخلول دي دا يبدو تبقى زي دي اللحم اللي هنا رخوة اوي اللحم هنا رخوة اوي فتيجي تدخل هنا زلطة صغيرة تدخل هنا فتيبدأ تجرح في جسم الحيوان فيبدأ يعمل عليه افرزات فيطلع لي اللولاية بتاعتي بات يبقى هنا عندي الحاجات الاحجار الكريمة اللقلق اللقلق بيطلع الطريق اللحم اللي هنا بيجي زلطة او حبات رنو تجرح الحيوان نفسه فيبدأ يعمل عليه افرزات اللي اشترى فيكو احجار كريمة يقول لك اللولي ده مزادع يعني ايه اللولي مزادع في واحد اسمه ميكي موتو ميكي موتو ده رجل ياباني قال له طبعنا النهاردة لما بستراضي الحيوان ده بعمل فيه ايه؟ بفتحه ورح واخد منه اللولي وروح رميه مستفدش منه ده ممكن ده يبقى الفرخة اللي بيضادلي بيضادها لو ربيته بدأ يعمل كده بدأ يفتح ويحشاله اللولاية من جوه ويحطت ايه بقى زلطة صغيرة بلية صليب تمثال بوزة اي حاجة تدخل جوه يبدأ يكون عليه ايه؟ ترسبات فبعد شهرين يروح تستحبها يبقى كلها ايه؟ متلقلقة فهنا ظهر لقلق المزارة اذا لقلق المزارة فيه جزء طبيعي طبعا يعني ليس صناعي يبقى نعنى يبقى ثلاث انواع من اللقلق طبيعي كامل فتحنا اللقلق وطلعنا منها اللقلق عادت هنا ايه؟ سنة اثنين ثلاث عشر زي ما تعط مزارع انا حفزته طبعا بيحطه بقى ايه للصدف ده مسمدات حاجات تخليه يتكسر كتير حاجات تخليه يفرز المادة اللقلقية دي كتير يعني برضو بيحفزوه تمام؟ وطبعا دوت مش موجود في المحيطات بس موجود في البحار العزبة في الانهار العزبة والمحيطات المية بتاعتها ملحة واجمل لقلق واغلى لقلق لقلق الموجود في جنوب فرنسا في المياه العزبة بتاع طهيتي ولقلق ده لونه اسود وده نادر جدا يعني يكاد يكون ما بيغرقبش غير مع القلباس بس من نظرته طيب اللولي هنا بقى فلا ماجه الشيء من اللولي انا عايز اعرف اللولاية بتاعتي دي بقى اللولاية اصلي او اللولاية بتاعتي دي اه تكونت اه في البحر ولا مصنع يعني ايه مصنع؟ يعني بجيب بلاستيكات وديها طبقة القلقية يعني هم اصلا ما دخلش المية ولا رحل المية ولا عارف حاجة خلصة لو عايز اعرف بقى دي الصدفة دي او اللولاية دي حقيية او لا? على سني كده ووكحتها من راحة واكحتها على سني مش اقرص عليها عشان كده ممكن تقرس الجبيعة في النصين ان ده هنا معدوث صلابة مش احنا قولنا في الاول لازم يكون في صلابة اه بس هنا ده نادر فانا ممكن اتفاضع عن موضوع الصلابة شوية لما حكها كده هوت جسم الاشعار يبقى ده ايه فيها الكالسيوم اللي طلع نطلق ديت فبيتالي يبقى دود موجود التعامل في البحر طبعا هي اللقلوقة دي الصدفة نفسها ممكن انشورها وطلع منها قطعة شغل واشتغل بيها بس بيبقى دود زي كده ده ده الصدف بقى نفسه بيسموها ايه ماذر او بيرد ماذر او بيرد ماذر يعني ايه ام بيرد ماذر او بيرد ماذر دي امها باخدها وبقطعها وبشغل بيها وده من الحاجات اللي بقى ايه لو حد في قوة شاطر بقى اجيله مثلا شريحة زي دي ويعملها ايه لان دي بتتنشر لان هي مصالبة وحطها في شغل بتاعي يبقى هنا عندي الجزئية التانية احجار او حاجات الاصول بتاعتها حيوانية طبعا معايا بقى مرجان يا ولاد مرجان من حاجاتها رائعة جدا 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 وعندي كمان ده ايه اه ده ناب اسد لا العجلة ما بجيبش عجلة ان العجل لازم اقتل الفيل اسد اسد ده ناب اسد ناب اسد ناب اسد ناب اسد اهو سكي والجديد بقى ده عاج عاج ايه هتستغربوا بقى دي الحتة الفيلة دي يا جماعة بجد بقى لها ملايين السنين ده عاج اللي هو بتاع الناب بتاع الفيل بس ده بتاع الماموث وهالصاحبي جابهالي حتة جيولوجية ده بتاع الماموث يعني ده بقى لها ملايين السنين اه هنا سعر الحتة بالقديم بتاعها مش بان انا حدثتها لا ده كل ما ادمت كل ما ماليينة فعندي ده الجزء ده فيما يخص الحياة اللي اصولها اسمه دوت حيوانية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة